السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في أخير الأخبار المتعلقة بتوقف موقع الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي سواء منها الفيسبوك وكذلك الانستغرام وكذلك الواتساب وغيرها من المواقع الأخرى التي تم توقفها قبل أن نقوم بشرح تفاصيل وكذلك الموضوع أدعوكم إخواني الكرام إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب ولا تنسوا دائما تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون إن شاء الله بكل جديد هذا اليوم وبالضبط في منذ الزوال تلاحظوا معي هنا لمواقع الفيسبوك إذا قمت بالدخول إلى مواقع الفيسبوك سوف يظهر لك هذا الأيرور كما تلاحظون معي نفس الشيء بالنسبة لمواقع الانستغرام إذا قمنا بعملية البحث وسوف تظهر لك نفس الشيء خمسة نفس الشيء هنا بالنسبة للفيسبوك حتى إذا قمنا بالنقر هنا على فلن نقوم بالدخول إلى هذه المواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك أنا سأريد أن نقوم بالنقر هنا على الفيسبوك فللإشارة فقط إخواني فأخر الأخبار فيما يتعلق سبب توقف هذه المواقع التواصل الإجتماعي كما ذكر على لسان الخبراء أو المسؤولون في الفيسبوك بأن المشكل يعود إلى التغيرات التي قامت بها التي تقوم بها الفيسبوك كما تلاحظون معي تغيرات التي تقوم بها الفيسبوك على الشركة الخاصة بها جعلت نطاقات المواقع غير متاحة وأجبرتها على قطع الاتصال بالإنترنت وكذلك وظهور أعطاب كبيرة جدا فيما يخص المواقع التابعة لها كالفيسبوك وكذلك لأنستغرام وأضافت أن هذه التغيرات أطارت على الخوادم النظام كلما وقع مشكل أو عطب في الفيسبوك تقول لك شركة الفيسبوك يعود إلى خوادم وكذلك النظام وغيرها وغيرها من التفاصيل الأخرى في حين تنفي أن الفيسبوك يتعرض لهجمات وغيرها حتى لا تقوم ب خسارات سمعتها كما ذكرون أترى على الخوادم النظام وأسماء النطاقات الخاصة بالشركة كما نقلت ستريت جورنال عن مسؤول في شركة الكنتيك للخدمات الأندرنت أن الفيسبوك أجرت تغييرات اليوم في معلومات توجيه الشبكة يعني أن الفيسبوك الآن تقوم بعملية التغيير وكذلك عمل مجموعة من الأشياء فيما يخص المنصة الخاصة بها من جانبها وأردت وأردت نيويورك تايمز عن أعضاء بطاقة الأمني في الفيسبوك أنه من غير المرجح أن يكون سبب العطل منصة هجمات سيبريانية يعني كما قلت لكم قبل قليل فالفيسبوك تنفي هذه المشاكل المتعلقة بالهجمات في حين تقول لك نحن نقوم بعملية التغييرات ونقوم ببعض التعديلات فيما يخص الموقع لكن هناك احتمالات كبيرة جدا بأن الموقع الفيسبوك يتعرض لهجمات من طرف جهات خارجية وبدورها أقر البيت الأبيض بأن منصات التواصل أتبادت على أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها ويعتبر المراقبون المختصون في تعطيل تطبيق الفيسبوك هو أكثر تأثيرا في تاريخ الشركة يعني كما قلت لكم هذا هو أكبر مشكلة وقع له للفيسبوك منذ نشأته وتستمر الأعطاء لتطبيق الفيسبوك منذ ساعات نحو أربع ساعات إلى حد اللحظة يعني لحد ساعة لم يتم تشغيل الفيسبوك كما تلاحظون حتى في الهواتف الدكية وكذلك لتجاوز مدتها للقطاع طول في عام 2019 الذي استمر أحيانا نحو ساعة ففي سنة 2019 كان هناك عطب لكن ليس كالعطب الذي وقع اليوم وكان التواصل عبر المنصة التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب والانستغرام انقطاع بشكل مفاجئ عشية يوم الاثنين يعني اليوم الذي تم فيه انقطاع عن هذه المواقع أكثر من أربع ساعات وما زال متواصلها حد الساعة كما تلاحظون فلحد الساعة لم يتم حل هذا المشكل فكما قلت لكم فالشركة تنفي أن الموقع يتعرض لهجمات لكن هناك هجمات يتعرض لها الموقع في هذه الآوينة كذلك قد ترجح بعض الأمور إلى أن هناك بعض التعديلات التي تقوم بها الشركة وغيرها من التفاصيل الأخرى أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو كذلك الاشتراك في القناة شكرا لكم على المتابعة إلى علاقة قدمة بحول الله لا تنسوا أعمل لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون إن شاء الله لكل جديد القناة شكرا لكم على المتابعة إلى حلقة قادمة بحول الله